تحث الإمارات خطاها للقضاء على جميع مظاهر الدولة اليمنية في جزيرة سقطرة آخر تلك الخطوات قيام أبوظبي بمحاولة إحلال الدرهم الإماراتي محل الريال اليمني وإغراق أسواق الأرخبيل بالعملة الإماراتية بعد أن سحبت كميات كبيرة من العملة اليمنية وفي سبيل تكريس الانفصال والانفراد بالأرخبيل اليمني أوعزت أبوظبي لميليشياتها بقيادة علي الدكسومي مدير أمن الأرخبيل المعين من قبل الانتقال إغلاق المحل التجارية التي ترجع ملكيتها لأبناء المحافظات الشمالية كما داهمت الميليشيات عددا من أسواق الجزيرة واختطفت نحو عشرين بائع للخضروات ينتمون للمحافظات الشمالية وأثارت تلك الإجراءات التي اتخذتها الإمارات وميليشياتها حفيظة وسخط الكثير من أبناء الجزيرة الذين وصفوها بالممارسات العنصرية ويبقى المواطنون في سقطرة وحدهم من يقاوم سياسات أبوظبي متمسكين بهويتهم اليمنية بعد أن تخلت الحكومة الشرعية عنهم